حياكم الله من يديد مشاهدين كويت اليوم معي في الستوديو ممثل الاتحاد الدولي للشباب ومدرب التنمية البشرية دكتورة مونة مبارك بن علي أقول مساء الله بخير وشيك سألت الله بالنور سألت له فينا وياكي الحين عن كيف يمكن أن الإنسان يغير من نفسه من إيجابي إلى سلبي وكل هذه الأشياء ومن سلبي إلى إيجابي أيضا تتفقين معي أنها قشرة والإنسان أول يصنعها طبعا أكيد كل شيء لا علاقة بشخصيات نحن نصنعه لأنه هو مؤثر داخلي ومخارجي دعم تشيري الموضوع خلن نفتح فيه نسولف أكثر ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير وجدد ترحيب بضيفتي دكتورة مونة مبارك بن علي ممثل الاتحاد الدولي للشباب ومدرب التنمية البشرية سورفنا قبل التقرير عن كيف يمكن الإنسان يغير من نفسه وهي قشرة هو من يصنعها وانت قلتني دعم الموضوع يتعلق بالشخصية فأحنا أسباب التغيير شلون ممكن أبدأ بالتغيير تبدأ بالتغيير لما يكون عندك وعب أنه أنت فيك شيء غلط أو أن أفكارك سلبية لأنه نحن لا نستطيع نغير نفسنا إلا لما نكون عارفين شونه نغير شونه نسوي إذا أنا لا أفكاري سلبية وأفكاري غير إيجابية أنا لا سأغير بنفسي فأول خطوة هي إدراكك أنه أنت تدرك أنك أنت تبي تتغير أنه أنت عندك شيء ناقص أو شيء سلبي تبي تحسنه وتتعدل عليه دعنا نخرج إطار الشخص نفسه أنا كشخص مقابل له عندما كل يوم أسأله كيف يقول لي والله مو زين كيف أن أبين لأنه عنده خلل ممكن أنه علشان يدرك علشان يوصل إلى مرحلة الإدراك على حسب الطبيعة العلاقة بينك وبين الشخص ليس كل شخص تقدر تقول له أنت مثلا سلبي أو أنت أفكارك ليس إيجابية على حسب طبيعة العلاقة لأن الشخص الثاني لا سيتقبل من الكل أنت صديقة أخوه يتقبل منك لكن ممكن زميل بالعمل علاقتك فيه سطحية شوي ما رح يتقبل منك دكتورة أي إن كانت العلاقة أحس شوي الموضوع صار أصعب يعني أنا كلمة سلبي لما أقول أنت سلبي دير بالك أحسها هجومية ما هي نصح ليس قاعد أقول لك صديقك أخوك لأن ما تقبل منك يكون إلى حد ما يعني فيه حدود للتقبل طبعا بس أنت ما رح تقول لي ما رح يقسل منه أقول لك سلمان أنت سلبي لأ رح أقول لك تلنا الفكرة هذه غلط ليش حاول جرب بنفس الموضوع مو إن ديرك رح أقول لك أنت أفكارك سلبية لكن تقول لي مثلا أنا بسوي المشروع الفلاني بس أدري أنه بإفشل فأنا أقول لك لا فكر جرب أيب لك أنا فكرة بحيث أنا أغير فكرتك بس العلاقة بيني وبيني تكون إيجابية طيب من المسؤول عن تكوين الإيجابية والسلبية في الشخص نفسه أول أساس الشخص نفسه لكن المحيط لأثر كبير يمكن إحنا نحن مع السوشال ميديا مع الأشياء اللي قاعد يشوفون خصوصاً للعمر الصغير يعني اللي هو متوسط سنوي ممكن لأنه يقارن نفسه بوايد ناس فيشوف نفسه فاشل ممكن شوية تربية إحنا طبيعة التعليم عندنا شوي فيها هذه جانب التلقين فتخلي الإنسان ما يفكر أو ما يتصرف من نفسه فهي عوامل خارجية وداخلية لكن الشخص نفسه هو اللي للحق أو للفكرة بأنه يحدد مسارة أنا أكمل إيجابي ولا أعيش مع الضغوط أو المؤثرات الخارجية كثيراً أنا ماذا تتفقين وياي أو لا في بعض المفردات التي تقال مجتمعياً ولكن تعطي إحاءات سلبية يعني حتى كلمات جميلة يعني لما أقول إن شاء الله إن شاء الله يعني أن هذا الشيء في نية زينة وفي مباركة من رب العالمين فلما إن شاء الله حتى الآتتود أو طريقة أنه تسوي هذا الشيء إن شاء الله هذا مجتمعك هذا مجتمعنا يعني مثل كلمة خير إن شاء الله معناتها ما رح يصير لكن هي كمصطلح صحيح أن هندي قاعد تلعب على اللهجة الكويتية اللهجة الكويتية فيها مصطلحات التغير بحكم أنت شون قاعد تقولها هذا اللي طلعوها ميسج بضل الضبط أنت شون تقولها لكن كلمة إحنا إن شاء الله صارت بالأمور اللي أوك إن شاء الله يصير خير إن شاء الله مو إن شاء الله أنا فعلاً رح أخذ خطوة هل كل شخص عنده جانب من السلبيق سهل أن يتغير؟ لا سهل لا كلنا عندنا جانب سلبي مستحيل ما فيه إنسان مهما كان ناجح ما فكر بلحظة أنه ممكن يفشل تييلة هالفكرة لكن هل أتصرف بناءً على فكرة الفشل أم لا فكرة النجاح إش كسر أنت نسبة الفشل براسك؟ أي جانب من الكوب بالضاء مو إلا طالع الكوب يعني أنت قاعد تقول لي فكرة الكوب نصة ما ينصة أنا شون قاعد أفكر أنا عندي كوب في ناس اطلعوا من فكرة أنه نص ماي ونص ماي أنت عندك شيء أنت ماسك شيء سواء فاضي أو مليان فهي هذه الفكرة هل يعني هل إحنا بحاجة لتعليم الناس أنه إحنا ما نفكر في إطار المشكلة لازم نفكر في إطار الحل فإحنا نطلع برا نقول مثلا لوية المشكلة ونشوفها بحجم أوسع صعب الإنسان إذا كان بالمشكلة نفسها يشوفها من برا هو يشوفها من داخل لكن على حسب طبيعة المشكلة في مشاكل صغيرة وتتفاقم في مشاكل كبيرة تحتاج أن تروحك استشاري تروحك دكتور شيء يطلعك من هالمشكلة من اللي يحتاج استشاري؟ يعني مثلا اللي يمرون بحالات وفاة مفاجأة هذا شخص يدش باكتئاب فتبقى أفكار سلبية هذا ما رح يطلع منها بطلعة مع ربعة أو بأصدقاء إذا كان الشخص قريب أو الصدمة كبيرة هذا يحتاج شخص متخص يحتاج حتى مو مرشد يحتاج دكتور نفسي يطلع من الحالة لأن الوضع الأفكار السلبية طبيعية الحزن هنا عندنا مشكلة الحزن دائما نحطه بقالب ثلاثة أيام مثلا العزا وخلصت أطلع من العزا وهذا مو صح الشخص نفسه هو يقدر شكثر محتاج يحزن شكثر محتاج الأفكار تكون موجودة براسه فعلى حسب مدى الجانب السلبي لبحي حياته بهذه القياس أنت تقرر هل أنت تحتاج استشاري ولا إنسان عادي هل أحيانا هذا نقع نشوفه بالسوشال ميديا لا ندري صادقة ولا لا الإنسان المبالغ في الإيجابية هم هذا صح ولا ولا أنا بالنسبة لي لا لأن فيه أشياء منطقية يعني أنا مثلا حين أنا قاعدة معاك ما رح أقول لك أنا برجع الدوام بصاروخ هذا مبالغة بس ممكن أقول لك بدوس بروح الدوام فيه أشياء المبالغة فيها حلوة بس فيه أشياء ناسي يقول لك لا الحياة إيجابية والحياة جميلة لازم يكون عندنا وعي أن الحياة مو جميلة بكل حالاتها بس أنا شلون أتعايش مع الحياة بالحلو والمر فيها ما فيه إنسان يعيش حالاته كاملة سعيدة هذا شيء خيالي لا 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 بالضبط فأحنا قاعد نفكر شلون الباد مثل سلفة الحين المطر شوف الإيجابية والسلبية بالناس ناس تقول لك خير ناس تقول لك حكومة ناس تقول لك على حسب أنت شون تبتشوفها والطلبة عندنا بستانسين هم عضلين فكل واحد يشوفها بطريقة كل واحد يشوفها بطريقة بالضبط كل واحد يشوفها بطريقة ويريد قاعدين بالبيت كل واحد يشوفها بطريقة طيب إذا نبي إن علم الشخص إنه يبدأ ينظر للأمور بنظرة مغايرة لما هو متعود عليه شلون أقول لك ممكن على نفس الموضوع أنا سبويل طاف طلبت من طلبتي إنه يكتبوا لنسبة حبهم حق نفسهم بورقة بدون أسامي من أمية لكيفكم فكلاس بنات الطبيعي إن البنات يحبون نفسهم بنسبة كبيرة انصدمتنا في عشرة بالأمية وثلاثين بالأمية وخمسين بالأمية تكلمت بالموضوع بشكل كبير صليتت أيام أتكلم فيه بالسوشال ميديا فكانوا يقولوا لي وائد منهم إحنا ما نحب نفسنا لأننا مزينين وصلت حقا أنا عن الشخص إذا ما يحب نفسه ما رح يفكر بإيجابية عن نفسه طيب أنا عندي سؤال أحيانا قناعات الناس في شخصها نفسها إذا كانت بنسبة متدنية لماذا لا يبدأ بالتصحي؟ لأنه يقولك أنا لا أستاهل الحب لا أستاهل أحب نفسي فبالتالي لا أستاهل أن الناس تحبني هناك ناس تقارن نفسها بناس مموجودة مثلا شفت كتب التنمية البشرية لما يقولوا لي كتاب عن مثلا وحدة أمريكية سوت 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 فنساوي نفسها لأننا لا نستطيع أن نساوي نفسها لأن ظروفها وحياتها غير ظروفي وحياتي فأنا لا يصير أقارن نفسي بشخص ظروفه وحياته غير عني المقارنة تجعل الإنسان لا يحب نفسه ويفكر دائما بسلبية أنا من وجهة نظري الشخصية أرى أن المقارنة دائما سيئة المقارنة أصلا غلط يعني أنا ما ينفع أقارن الكويت في أي دولة من الخليج ولا في أي دولة من العالم العربي كل دولة لها ظروفها نفس الشيء لأشخاص كل شخص ولد في بيئة في بيت أم أب أحيانا يكونوا منفصلين الظروف هذه نسبة التأثير على تغيير الشخص فيها مهما كان الظروفك الخارجية أنت عندك إرادة تغيير بالتغير لأن الشخص التغيير منك مثل ما قلت لك بالبداية دام أنا المتحكم في أفكاري أنا المتحكم المفروض المحيط الخارجي ما يأثر فيني نفس حب بالذات أنا لما أحب نفسي أنا ما يهمني أنا فقيرة غنية أنا من أي جنسية هذا حب ذات بعدها أنا أفكر راضي عن حياتي أولا لا أكون نكتا دكتورة يقول لك أنه مثلا في وحدة كلها زعلانة أمها تعطيها فلوس وهي زعلانة فراشتها شغالة بالبيت تتيب لها الريوق وهي زعلانة حتى زراع لما يشرف على حديقتهم هي زعلانة بعدين سايق فعندها كل الإمكانيات هذه وهي زعلانة صح إن زين معناته الشعور الذاتي عند الشخص نفسه وهو اللي يزرعه في نفسه صح؟ صح لأنه ما لا شغل أنت شنوا عندك ما لا شغل فيه ناس يقول لك مثلا فيه ناس يقولون أن السوق يراضي كل البنات صح؟ لا فيه بنات وصلوا مرحلة يدشون السوق ويطلعون وهم استلحة زينين معناه ناس يقول لك الأكل توصل مرحلة أنت تاكل تاكل بعدين تقول خلاص فيه صور نمطية ترسمها لنا الأفلام سواء الأجنبية أو حتى العربية إنه اللي زعلانة أكل برد اللي مضايق أكل كاكاو صح مع أنه فيه دراسات تقول لنا مثلا والله هذا يرفع هرمون السعادة هذا الأشياء صدجية أنت تحددها أنت تحددها بنفسك يعني مثلا حينما أقول لك منو ما يشرب قهوة؟ فيه ناس ما يشربون قهوة صح ما يشربونها يكرهونها بكل أنواعها أنا عن نفسي الإنسان اللي ما يشرب قهوة فيه خلل أنا أشوف لأن أنا مدمنت قهوة نفس الفكرة قيسها على باج الأمور اللي ما يأكل سيفود هي الفكرة أنت شنو أنت شنو نظرتك حق الشي ومشكلة كلما نتعمق في الشي نلقى فروع أكثر يعني أنا أكثر أسألك عربية أو أمريكية قهوة؟ أمريكية يعني شفتي فيه ناس مثلا صح الدلة ما تفارقهم وفيه ناس حتى في القهوة مثلا الأمريكية بيقولك والله مع حليب ولا من غير حليب لا مع حليب لا أتسرق القهوة بطلب صح يدورون أي شيء صح لإيجاد فروقات هذا بجانب إذا أنا يهمني أنا مثلا بأسوي بروجيكت أو بأسوي مشروع إيه دشوا فيه ديب بس مبكل أمور الحياة لازم تدشون ديب أو تعرفون أنتم كل شيء عن الدنيا يعني أنا دايما أقول لهم بسطوا الأمور اخذوا القضايا بصورة بسيطة لا تعقدونها أنا إذا سويت شذي وإذا ما صار وإذا صار وإذا صار شنو بيصير ليش تدشون وائد بتفاصيل أنتم سووا لي تابونه سووا لي تقدرون عليه بحدود اللي تقدرون عليه بعدها شوفوا النتائج دام الموضوع ما في شيء غلط أو غير شرعي أو نزيل التنمية البشرية بمصطلحها هو اللي قاعد يتطبق عندنا أنا ما قدر أتكلم عن شنو قاعد يتطبق لا أحد يقدر يتكلم وبعدين معنا لا لا أحد يتكلم عن نفسي يعني أنا اليوم عندي ورشة بعنوان كاريزما الحوار فيها فكرة أن أنت شون تتكلم بطريقة حلوة تجذب الناس لأن في ناس وايد عندهم كلام بس تقول لك الناس ما اطلعني لما أتكلم أو أنا ما ألفت النظر لما أتكلم أو يسمعوني واخرون عني حتى في محيط الصداقات فأنا أدرب بمجال أنا أحسني شوي متخصصة فيه عشان أخلي الناس يتكلمون به هالطريقة التنمية البشرية شيء حلو لكن ليس بكل شيء تنمية بشرية ليس عنده مشكلة نفسية يقول له أذهب إلى مدرب تنمية بشرية لا أنا عن نفسي مستحيل إيدي شخص يقول عندي مشكلة نفسية يقول له أحلك إياها مشكلة نفسية نفسي مشكلة صحية أنا موديكتورة طبيبة هذا فيه تخصص العلم النفس أو الجانب النفسي فيه تخصص مستحيل أنا أقدر من سوالفي أو من قراءاتي أن أنا أحلل أن أنا أحلل شخصيتك لأن هذا مرض أو جانب خلل نفسي ففكرة التنمية البشرية ليس بكل الأمور أنا أشوفها صحيحة يعني مشكلتي يا دكتور مانا هناك ناس ما تعرف تقول هذا مو شغلي صح الدور على شخص الثاني أنت رحل لما تروح مثلا أنا الحين اليوم بروح حق دكتور تغذية بشوف السي في ما لا صح عاملوا المدربين بهذه الطريقة أنا دائما أقولهم عاملوا المدربين مثل ما تعبدون الدكاترا دكتور قلب دكتور عيون عاملوا المدرب اللي بتروحوا له بهذه الطريقة يعني أنا ما يصير أروح أتدرب عن شخص سوري السي في ماله النقيط يعني شون يتله الموهبة أوكي التنمية البشرية مدراسة لأنني أكون واضحة هي شهادة تدريب بهذا الموضوع مراضين يقتنعون في ناس يعتبرونها بس أنه فصيح اللسان وعارف أنه يجملت المشاكل بطريقة أنه أنت لازم تطلعين منها وهو صعب هو صعب جدا أصعب شيء بالحياة أنك تغير شيء نفسي فأنا دائما نقولهم روحوا حق دكتور نفسي الدكتور ما صار دكتور نفسي والدكتور نفسي شيء طبيعي شيء سليم بالإنسان الإنسان يمر بمشاعر مرات سعادة وايد ترى بعدها يتعب لأنه واستهنس وايد ومرات يمر بحزن كبير بس ما يبدأ يطلع منه لأن محيطنا ما يعطي الإنسان مجال أن يحزم نعم فهذه مشكلتنا نحن بالمجتمع الاجتماعي عند الجانب النفسي خط أحمر ما يسير تروحون حق دكتور أو ما يسير تروحون حق أخصائي نفسي على طار المبالغة بالسعادة دكتور نونة لما مثلا الناس في الكويت يقولت يكون مثلا قديم أن الناس حتى إذا اضحكوا مع بعض الله ييب أخرة الضحك الله يستر الله يستر الضبط فيه دائما خوف فيه دائما ترقب فيه دائما يعني فيه كسرة لازم فيه كسرة في ختام وهذه المعتقدات هذه المعتقدات المجتمع الإنسان يقدر يكون سعيد فترة طويلة لشي المشكلة أن الإنسان تيه إلى ثلاث أربع تايام خمس تايام يطلع ويستان ويضحك مو إلا يصير فيه شيء باد عشان الإنسان يقول إيه تشري حياة صح أنا قلنا الحياة توازنات بس ممكن هالفترة أنت توازناتك إيجابية فممكن يكون من نجاح لي نجاح لي شيء وممكن يصير فيك أشياء سيئة مثلا سواء لطاف كنت طالعة ومستنسة طلعت من الباكينج لقيت سيارتي من بنشرة يا أزعل وأقول كل من طلعتهم والوناسة أقول خيرة وأمشي الضبط خيرة ومشيت وخلاص وكملت يومي وروح للجامعة ودوامت وآدي فهي الفكرة ممكن يصير مواقف سيئة بس ما أكبرها فما أحس فيها بس ما يستحيل يمر بيومك ما يصير فيك شيء غلط مستحيل من هو سواء البنتر أخوي الله يحفظ إن شاء الله يا رب دكتورة الحوار في الإيجابية والسلبية والناس بدأت تكره هذين المصطلحين بالفترة الأخيرة وإن صار ضغط عليهم توني ننتبه ولا هي موضة 2018 لا هي موضة حاليا أنت عندك موضة فكرة التي صير إيجابي واخر عن السلبين كل كلمة مثلا بفكرة تشفت الكوب لما يقول لك كل الناس قاموا يضعون صورة الكوب ويضع لك المربع تنك أوتسايدا بوكس كل الناس قاموا يسوون نفس الأشياء هذه نحن نعرفها من زمان بس كانت مو للعامة كانت للمتخصص في مجاله وهو اللي يشوفها الصور الآن صارت خلاص أي واحد يريد يتكلم يأخذ سوري دورة مدرب معتمد خمسة أيام وتبر من موين ما أخذها ويدرب فيها وأنا دكتورة ممنوع أدرب لازمني عندي شهادة مدرب معتمد فشهادة مدرب معتمد صارت قيمتها أكبر من شهادة الدكتورة فهذه المشكلة لأن سوقها صار أكثر لا ما يصير أدرب فيها ممنوع بس أنا أقصد حتى كقيمة صح يعني معلش يعني أنا في ناس تاخد دورة ثلاثة أيام صح مو دورة مدرب لا دورة علمني صح دربني في حياتي نمي قدراتي صح 500 دينار في ناس تابعي تقول أنا أخذي الدورة شنون أنمي حياتي مع أن الأشياء اللي قعي أخذها كلها سوري طيب مسؤولية من شخص نفسها أنا ما قدر أحب مسؤولية على المدربين ولا على الشركات ولا على الميديا أنت مسؤول عن نفسك أنت مسؤول شنون أنت مسؤول يعني مثلا أنا اليوم عندي الورشة نفس السوشال ميديا أنت تسوي فولو وما تسوي بضب أنا سوي ورشة مع الاتحاد فور فري نوعية الناس اللي تي نفس الناس الناس اللي تبقى تطور المهتمة اللي تبقى تطور اللي تبقى تسوي في ناس تقول لك فور فري ما أروح سؤال كثرة حضور هذه المحاضرات هذا الدليل على شغف ولا الدليل على أن مقعد يفيد لا في ناس مشغوفة بهالجانب في ناس عندها شوف في ناس عندها هوس تجميع شهادات ومر علي في ناس عندها فكرة عندها هوس أنه السي في ماله كل دورات تدريبية ولكن التطبيق وينه هذا يرجع لأهوى في ناس لا تبي تتغير بس مو عارفة تتغير في تحاول 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 وفي ناس مجرد فضل أنا لو أفيد مثلا عندي اليوم الورشة لأنها تدريب فيها تقريباً 25 شخص لأن الكل راح يتدرب الكل راح يتكلم أنا لو اثنين منهم يتغيرون أنا كم جداً ناضية نزين الآن كل هذه التضاربات اللي قاعد مر فيها بالمجتمع ما بين سلبية وإيجابية وما بين مشاكل وغيرها شلون أحافظ على العقلي يعني شلون أقدر أنا أكيف نفسي أن أنا أقدر أتوازن وأعيش في هذا المجتمع اللي في كل هذا وفيه وائد أشياء فيه وائد أشياء تخلينا نحن يعني نقول أننا بصحة نفسية صحيحة أول شيء أن تحب نفسك هذا اللي أنا ألفه وأرجع حب نفسي حقق أهداف الشخص مو يحقق أهدافه يخليه يقدر يتصرف يعني إذا أنا ما أحب شخصي دائما أفكاري بتكون سلبيا أن مثلا أنا ما أستاهل أسوي شيء أو أنا ما أستاهل أن الناس اتعاملني صحيح أنا عندي ناس أكلمهم لما أسوي لهم شيء زين تقول لي ليش سويت لي شيء زين فأقولها لأنك شخص زين لا مو متعودة لها إيها شيء زين لكن لما أكون أدري أن أنا زين وأدري أن أنا أستاهل فأفكاري الطبيعي أنها تصير إيجابية أول شيء أنا أحب نفسي أحب نفسي بجانب معقول بجانب منطقي و جانب النرجسي ثاني شيء تفهم حياتك تفهم محيطك تفهم أن أنت هذه حياتك في أشياء ما نقدر نغيرها يعني أنا ما قدر أقول مثلا أنا ليش ابني مولد أو أنا ليش كويتية مو أمريكية فأنا عيش بحرية لا خلاص هناك أشياء لا نغيرها يجب أن أدري هذا محيطي هذا بيتي هذا الأهلي نجعل الأصول هناك ثوابت وهناك متغيرات بالضبط فأنت لما تفهم محيطك لما تحب نفسك وتفهم محيطك تبدأ تتعامل على هالأساس بعدها تقدر تغير تقدر تسوي اللي أنت تتعبير يقدر لواحد يغير طبعا أنا دليل جدامك ترى أنا ما أطلع بالتلفزيون مستحيل أطلع بالتلفزيون خذيت قرار أني سأطلع بالتلفزيون وهذا أنت ممتازة بس أين كانت ضغطة التغيير لا أحب أن أتصور أدرس وأدر وأقعد جدام 100 و 200 شخص لكن لا أحب أن أتصور بس أندي مشكلة بالتصوير فلا أتحديت نفسي كان قرار 2018 وطلعت أول مرة شهر ثلين 2018 لأن هذا جزء من رسالة اللي أنا قاعد أقدمها جزء من الشيء اللي أنا بي أقدمها فلازم أتغير أوكي صعب جدام الكاميرا صعب بالنسبة لي من جدام 100 شخص أنت ليس فقط كسرتي هذا الحاجز اليوم أصلا معنا يعني حتى مثلا قبل اللقاء يوم اللي كنا واكفين هذا الشيء لم يكن مرتب لو أنت كنت سلسة في هذا اللقاء وفعلا وقفت معي وسوي إلى المقدمة وأديت أداء ممتاز ووصلت رسالتك شكرا أنت فعلا نجحت كل شكرا لك الدكتورة مونة مبارك بن علي ممثل الاتحاد الدولي لشباب ومدرب التنمية البشرية قوي جدا جدا شكرا لك أسلام شكرا جدا عموما مو كل البيوت اللي نشوفهم حتى في القصص اللي بره في حديقة حلوة والبيت أبيض وفيه ألوان فاتحة معنات أن البيت هذا آمن ممكن يكون فيه أشخاص داخل عايشين بتعاسة ليش؟ وهو اللي أخذ القرار هذا حق نفسه غير من نفسك وعيش الحياة بتعيشها مرة واحدة مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة كويت اليوم الوعد إن شاء الله باتشد من التسع